وخلينا بردو نرجع ندي بص كده هي الكومنت فيها ايه فلما نرجع كده نلاقينا الكومنت فيها بادي وبعدين بوست ايدي ده مجهول الناس في حاجة وبعدين اليوزر اليوزر ايدي واليوزر نيم تمام فحتلاقينا هنا مفيش تايتل خلاص مفيش حاجة اسمها بوست تايتل وبعدين مفيش بوست راكشن بس ممكن نستخدم اليوزر وبعدين هنقول هنا باي مثلا او اي حاجة باي فلان حلنا ندي بص كده على الشغل اللي احنا عاملينه دلوقتي هعملي ازاي هتلاقي ان البوست تايتل وبعدين البوست ديتيلز وبعدين هنا اه الكمنت بتاعتنا فممكن بقى نعمل شوية امبروب من طبعا الستايل البوست نفسه او استايل الصفحة نفسها يعني مش لطيف وبعد كده اه الكمنت عايزين نميزها عن بعضها وعايزين الكمنت نفسه يبقى معمول بفونت كده كويس وبعد كده اليوزر هيتعامل بطريقة يعني افضل من كده شوية لكن احنا دلوقتي ما نخلناش لسه في حتة اليو اي ولا اليو اكس احنا دلوقتي ايه بنهبد يعني بنروح نجيب الكنت بتاعنا من مكان يعني بنعرضه بطريقة بيزيك او طيب فضلنا حاجة واحدة ان احنا لما منيجي ندخل هنا في البوست عايزين بقى نلينك للبوست ديتيلز يعني عايزين لما ادخل على البوست ده اما دوس على اللينك يوديني على الديتيلز يعني يوديني بقى البوست بالكامل وياه الكامل بتاعته كده فهعمل هنا لك عشان اه يعني هسميه مثلا ريد مور ولا اي حاجة عشان يدخل لك على البوست فده هتخلينا نتعلم شوية في اجلر فهنروح ليه ده اللي هو البوست هلاقي ان احنا هنا جوه كل بوست اه بنكتب البوست بتاعته بس عايزين بقى نزود عليها اه لينك خلينا نحط اللينك ده جوه ديه طبعا ده مش ولكن عشان يعني مندخلص في قصة دلوقتي خالص مش موضوع انا عايز اللينك ده يكون يعني يكون موجود تحت كده لوحده ده عبارة عن لينك وبعدين انا موديه على بوست وبعد كده البوست اي دي تمام وهكتب مسلا ريد مور طبعا انت يعني خلينا لما ندخل في اليو اي جزئة اليو اي حنعمل الكلام ده بطريقة اشيك من كده بس هتلاقي ان انا بقى عندي آآ لينك موجود تحت كل بوست لما هدخل عليه حيوديني بتاعت كل بوست ايوا كده هو وداني على بتاعت كل بوست مسلا يتمضى ده البوست رقم واحد هبنرجع نشوف البوست رقم اتنين اللي هو كان بتاعتيل مش عارف ايه هنروح كده هلاقي بوست رقم اتنين وهتلاقي انه هو وبيدي لك الديتيلز بتاعت البوست بالرياكشنز بتاعته وبعدين كمان آآ بيدي لك هنا بقى في اكتر من كومنت فآآ ده الكومنت بايفولان كومنت بايفولان احنا طبعا مفروض نعمل آآ كده ما بين كل الكومنت التاني علي نعمل ديزاين برضو افضل من كده لكن مش موضوعنا خالص دلوقتي بس في مرحوظة واحدة جدا ان انا لما عملت له اللي هو اللي هو اه هو هنا بيعمل ايه بقى خلينا نحاول نلاحظ شوية لما بادوس على اللينك كده بيروح ينقلني بص لو تلاحظ لو تبص فوق كده هتلاقي ان هو عمال يلود الصفحة يعني بينقلني لصفحة جديدة لا انا هنا ما استفدتش بالس بي اي اي او سنجل بيج ابليكيشن فعشان استفيد بيها بروح اقول له راوتر لينك طبعا هو هنا بيديني ايرون عشان انا المفروض هشوف يعني هانبرت ايه بالزبط عشان تشتغل بس هقول لك فكرتها ايه الفرق بين دي وبين الاتش ريفرنس ان دي ما بيلودش الصفحة نفسها لا دي بيعمل ايه بيروح يجيب الكمبينت اللي احنا عاوزينه يعني المفروض طبعا بعد ما حلل المشكلة دي لما الارور دا يروح هتلاقي ان فيه الليست بتاعت البوست موجودة هنا اول ما بادوس على اللينك هو بيروح يشيل الكمبينت القديم اللي هو ال بوست ويحط مكانه البوست ديتيلز وبالتالي مش بيلود الصفحة كلها بالكامل يعني بيبقى الموضوع اسرع بيطير هنتكلم طبعا عن تفاصيل الكلام ده في الاس بي ايه خلونا دلوقتي الحلل المشكلة دي الراوتر لينك عشان يشتغل انا بحتاج امبورت الراوتر موديول هدخل في الامبورت طبعا واروح اقول له امبورت لي الراوتر موديول او روتر موديول نرجع كده نشوف اشتغل ولا ايه احلا ايه احنا في فيوليست هنجلي اشتغل زي لفول مش ملاحوظة لما تجي تريفرش الصفحة بعد التعديلات اتدوس كنترول وشفت وار مع بعض عشان ده بيشيل الكاشنگ لو يعني ان شاء الله قدام شوية هنشوف ازاي نعمل كاشيك بس يعني تيجي التست دايما تدوس كنترول و سيفت و قار عشان تضمن ان انت شغال على الجديد طيب لما دوس هتلاحظ ان هو هنا مش بيلود الصفحة بص الصفحة ما حصل لها و بقت اسرع بكتير كل اللي عمل ان هو راح شايل عمل ريبليسمينت للقديم اللي هو و راح حاطف مكانه فالموضوع بقى اسرع و خصوصا كمان انه قدام شوية الابليكيشن لما يتعقد والصفحة لفسها بقى فيها كتير هيدر بقى و فوتر و سايد مانيو مش عارف ايه و حاجات كتير جدا انت محتاج بس تشيل جزئية صغيرة وتحط مكانها الكمبنط الجديد بدل ما تقعد لو شفنا المرة اللي فاتت بص لما هعمل هنا اتش ريفرنس لما هاجه دوس ركز هنا في اللوجو بتاع الصفحة دي هتلاقي ان الصفحة بيحصل لها ريلود يعني بدل لصفحة جديدة لما باجي يرجع نفسي كلام طب لو بدلنا تكلام نه براوتر لينك هتلاقي ان الصفحة مبيحصل لها شلوود بص ركز هنا ركز فوق هنا في اللوجو اما هاجه دوس حتلاقي ان الصفحة ما بيحصلهاش لودنج. فبقت اسرع بكتير. طيب احنا عندنا شوية امبروفمتز كتير سواء في الشغل بتاع المرة اللي فاتت اللي هو الكمبنط بتاع ال view list او الكمبنط بتاع البوست ديتيلز او الفيو ديتيلز كان المفروض اسميه الفيو ديتيلز او بوست ديتيلز وطيفر يعني. في امبروفمتز كتير عايزين نعملها. اه منها بقى ان احنا نعمل بروغرس بار منها ان احنا نزبط الستايل بتاع اليو اي شوية نعمل افضل من كده. عايزين البروفرمانس عندنا برضو شوية مشاكل في البروفرمانس هنتكلم عنها. عايزين نستخدم بقى السيجنلز الجديدة. احنا دلوقتي استخدمنا للعادية بتاعة الانجلر القديم. عايزين بقى نتطور اكتر ونستخدم السيجنالز. الحمد لله طبعاا احنا استخدمنا الفيو كنترول الجديدة والقديمة اللي هي للقديمة والجديدة التعرفنا عليهم. لكن الحتماعات نستخدمنا القديمة لسه ماستخدمناش عايزين نبقى اول ناس نستخدمها. وطبعا من الحاجات المهمة ان احنا عايزين ننقل اللوزيج ده في في سيرفيس عشان احنا طبعا بنفعش نحط اللوزيج جوه وحنفهم ليه بعدين. فعايزين نتعلم يعني ايه ونبتدي ننقل دي في سيرفيس يعني فيه شغل كتير جدا المفروض نعمله. مفيش المرة الجاية لكن فيه شغل كتير جدا لكن المهمة